اتكلمنا قبل كده عن الجنسية الاصلية اللي بياخدها الفرض من لحظة ميلاده والجنسية المكتسبة اللي بياخدها الشخص في اي فترة من فترات حياته لأسباب متعددة ممكن ترجع للينك اللي فوق علشان تعرف الفرق ما بينه النهاردة بقى هنتكلم عن الجنسية المكتسبة الجنسية المكتسبة بتكون نتيجة لحدث لاحق على الميلاد قد يكون هذا الحدث اعتيادياً كالهجرة والاستثمار وغيره من الأسباب وقد تكون لأسباب غير اعتيادية زي الأسباب السياسية حنعرف النهاردة إن شاء الله خصائص الجنسية المكتسبة وحنتعرف على أهم أسباب اكتساب الجنسية اللي هو التجنس لم تكن الجنسية المكتسبة منتشرة في معمضة لأن زمان كان بيصود مبدأ اسمه الولاء الدائم والجنسية الخاصة بدولة الشخص كانت بتبقى ملتصقة بيه من الميلاد إلى الممات لكن بعد انتشار مبدأ حرية الجنسية ابتدت الدول تسمح لمواطنيها بتغيير جنسيتهم بناء على رغبتهم وبناء على اعتبارات عملية أخرى الجنسية المكتسبة لها خصائص معينة بتميزها عن الجنسية الأصلية أولها زي ما قلنا إن الجنسية المكتسبة لا تثبت للشخص عند مولده لكن بيتمتع بيها في وقت لاحق خلال فترة معينة من حياته اثنين الجنسية المكتسبة لا يتم اكتسبها بقوة القانون لكن لازم الشخص الرغب في الجنسية يفسح عن رغبته تلك وكمان الدولة المانحة للجنسية توافق إنها تدقال وحتى لو الفرد كان مستوفي الشروط القانونية المطلوبة في القانون علشان يكتسب الجنسية والدولة المانحة للجنسية مش عايزة فبيكون من حقها إنها تمنع الجنسية عن هذا الشخص ثالثا عادة ما يعتمد اكتساب الجنسية على مدة الإقامة في الدولة المانحة لأن ذلك بيعتبر قرينة على توصيق روابط الشخص بالجماعة وبالدولة التي يريد الانتماء إليها كمان بتثبت الجنسية المكتسبة للشخص من تاريخ صدور القرار بمنحها وليس من تاريخ الولادة كما لو هو الحال في الجنسية الأصلية من النادر أن تكون الجنسية المكتسبة هي الجنسية الأولى فعادة ما يكون هناك جنسية أصلية يتمتع بها الشخص ثم يسعى هو من بعد ذلك للحصول على الجنسية المكتسبة تعالوا بقى نعرف شو هي عن التجنس التجنس أسادزة هو طريق لكسب الجنسية بمنحها من الدولة وده بيكون حسب تقدرها المطلق للأجنبي الذي يطلبها وذلك أيضا بعد استفاء الشروط التي يتطلبها القانون ومن التعريف بنتأكد أن التجنس هو عمل إرادي يتم بدوافق إرابطين الشخص الرهب في التجنس والدولة الواهبة للجنسية ولازم نعرف أن التجنس ليس حقا للفرق إعمالا للقواعد العامة الخاصة بالجنسية المكتسبة أنت تقدم على الجنسية زي ما أنت عايز والدولة توافق أو توفق وفي نفس الوقت الدولة لا تستطيع إدارك على التجنس بجنسيتها لازم حصولك على الجنسية يكون بمزاجك وعمتا علشان تبقى عارف الدولة اللي عدد سكانها قليل وعندها خوف من الانضطار بتتوسع في منح جنسيتها للجانب والعبس صحيح الدولة التي يكسر عدد سكانها تقلل من إعطاء جنسيتها للآخرين فيه بقى ناس بتفرق ما بين التجنس والجنسية القانونية اللاحقة إيه الفرق ما بينهم؟ خد معايا المثال ده واحد مصري تولد في فرنسا لكن فرنسا ما ديتوش الجنسية بتاعتها بمجرد ميلاده على أراضيها رغم استقرار هذا الشخص المصري فيها لكن فرنسا وبشكل آلي أعطت لهذا المصري الجنسية بمجرد بلوغ سن الرجل فيها وبقوة القانون وهذا الأمر منصوص عليه في المادة 44 من قانون الجنسية الفرنسية الصادر عام 45 طب إيه الفرق بين الفرض السابق والجنسية المكتسبة؟ الفرق يا سيدة إن الجنسية المكتسبة لا تفرض بحكم القانون لكن الجنسية التي تم منحها للمصري على النحو السابق تم فرضها عليه قانون لذلك تسمى الجنسية القانونية اللاحقة طب هل في شروط معينة مطلوبة في الشخص الراغب في التجنس لإعطاءه الجنسية؟ أيوة فند واحد شرط الإقامة إن الشخص يكون أقام في الدولة المنيحة للجنسية فترة مناسبة بغير انقطاعها وده بيضمن للدولة مراقبة الأجنبي للتأكد من اندماجه في جماعاتها وتراخي الروابط ما بينه وما بين دولته الأصلية وطبعا تلك المدة بتتفاوت ما بين دولة وأخرى لكن أقلها بيكون ثلاث سنين ويمكن التنازل عن تلك المدة في حالات استثنائية ما إن أدى الشخص الراغب في التجنس خدمات جليلة للدولة اتنين شرط الأهلية سبق وقلنا إن التجنس عمل إرادي وطالما تكرت الإرادة فكلنا عارفين إنها يجب أن تكون صادرة من شخص عنده أهلية كاملة وهنا بتيجي المشكلة هل بقى الأهلية بتاعت هذا الشخص تتحسب على معيار الدولة اللي هو جاي منها ولا الدولة المانحة للجنسية ولا بحسب المعايير المعتمدة في الدولتين والراجح إن ده بيكون بحسب معايير الدولة المانحة للجنسية في بقى شروط تكملية قد تفردها بعض الدول زي إن يكون قد أجادة لغتها وطريقة معيشاتها وإن يكون حسن الخلق والسير بقى لينا شرط أخير متعلق بأن يفقد المتجنس جنسياته الأصلية وده لإن في بعض الدول أخدت على عاطقها معالجة ظاهر التعبد الجنسيات علشان كده لو أنت هتاخد جنسيتها يجب أن تتخلى عن جنسيتك الأصلية وهنا بتطول المشكلة لإن ساعات كثيرة التخلي عن جنسية الدولة الأصلية لا يكون رهنا بإرادة فرض واحدة لكن يجب على دولته أن توافقه في ذلك علشان كده الدول اللي ما بتقبلش أن يكون لمواطنيها جنسية أخرى غير جنسيتها بتشترط على الراغب في التجنس أن يأخذ إذن مبدئي من دولته على اكتساب الجنسية اللي هو عاوزها فيعتبر ذلك بمثابة الإمارة أن الدولة سوف توافق على إسقاط جنسيتها عنه في حالة ما اكتسب الجنسية المكتسبة إيه بقى هي أثار التجنس؟ ساعات بيتلطب على التجنس حرمان الفرض من جنسيته الأصلية وتمتعه بجنسيته المكتسبة زي ما قلنا وساعات الدولة صاحب الجنسيته الأصلية بتخليه يحتفظ بجنسيتها بس بتشين منه بعض الحقوق السياسية المتعلقة بحق الانتخاب وحق الترشح للوظائف النيابية والسياسية في دول تانية بتحتفظ لنفسها بجواز سحب الجنسية من المتجنس خلال فترة معينة بتترى وحدة ما بين خمس أو عشر سنوات من تاريخ تجنسه وخلي بالنا أثار التجنس لا تختصر على أنه تجنس فقط بل تتد لتشمل أولاده وزور في دول منيحة للتجنس بتمنح الأولاد الجنسية مباشرة مع أبوك وفي دول تانية بتستناهم يبلغوا سن الرشد وتدهلهم بقوة القانون زي ما شفنا الفرق وليهم ساعتها خيار ربض الجنسية جديدة لو هم عايزين وفي دول تانية ما بتعملش أي حاجة للأولاد وبتنتظر لما الأولاد يكبروا ويبلغوا سن الرشد ويقدموا على الجنسية بنفسه ونفس الحالة بالنسبة للزوجة في بعض الدول بتجنسها بجنسية زوجها على طول لأنها بتاخد بمبدأ وحدة الجنسية في العائل ودول تانية بترفض ذلك ولا ترتب على التجنس أي أثر في جنسية الزوجة احتراماً لإرادتها وعلى كل حال بيجوز للزوجة ربض الجنسية إن اكتسبتها بقوة القانون شكراً على المتابعة حتى النهاية وحكون شاكر ليك جداً لو اشتركت في القناة 87% من المتابعين غير مشتركين في القناة واشتراكك بيمثل دعمي كبير بيخليني قدر أكمل لو ليك أي ملحوظة في المحتوى أو طريقة العرض ما تترددشك إنك تقولي عليها وطبعاً تحت أمرك في أي سؤال